اهلا بكم من جديد في برنامج وراء الحدث بعدما نزح اكثر من سبعين الفا من السكان المحليين حثت ازربيجان ارمان ناجورني كارباخ على البقاء في الاقليم مؤكدة انهم يتركون منازلهم بمحض ارادتهم ولا علاقة للامر بالهجرة القصرية فيما قالت تيريفان انه لن يتبقى اي ارماني في الاقليم في غدون ايام يأتي ذلك بعدما اعلنت السلطات في ناجورني كارباخ ان رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد وقع مرسوما بحل جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من الاول من يناير الفين واربعة وعشر فهل يعني ذلك نهاية تامة للصراع في الاقليم الذي تمسك بالانفصال عن باكو على مداري ثلاثة عقود بحلول يناير المقبل جمهورية ناجورني كارباخ المعلنة من جانب واحد لن يكون لها وجود حكومة ناجورني كارباخ الانفصالية وقعت مرسوما بحل جميع مؤسساتها اعتبارا من بداية العام المقبل في خطوة تأتي بعد تنفيذ الضربيجان لهجوم عسكري خاطف لاستعادة السيطرة الكاملة على الاقليم بالتزام اتهمت باكو الرئيس السابق لحكومة ناجورني كارباخ الروبين فاردنيان المعتقل لديها بتمويل الارهاب وتأسيس تشكيلات مسلحة غير قانونية وعبور حدود الدولة بشكل غير قانوني بعد اعتقاله اثناء محاولته العبور الى ارمينيا والتي لا تزال تستقبل موجات نزوح من الاقليم قبل بدء الحرب كنا نعيش حياة جيدة جدا لمدة ثلاثين عاما لم يسبب لنا احد اي ضرر يمكننا شراء اي شيء نريده من المتاجر ظل حفيدي يطلب مني بعض الحلوى ولكن اين يمكنني الحصول عليها كان لدينا المال ولكن لا يوجد شيء لننفقه عليه جئت من مدينة استفروبول الروسية عندما رأيت ما يحدث هنا جئت لمساعدة شعبي بكل ما استطيع وبعد رفع الحصار عقب الهجوم الاخير واتفاق وقف اطلاق النار انطلقت محادثات حول اعادة دمج الاقليم مرة اخرى في اذربيجان التي تعهدت باحترام حقوق الارمن واستعادة الامدادات بعد حصار دام عشرة اشهر معنا من باكو رفيس حافظ نائب مدير وكالة تريند الاذربيجانية ومعنا من ييريفان دكتور سيرجي مالكونيان المدير الاكاديمي في مؤسسة الابحاث الارمنية اهلا بكم ابدأ معك دكتور سيرجي من ييريفان الان كان هناك حلم منذ ثلاثين عاما في اقليم يدعى ناجورني قراباخ كان الحلم هو اقامة دولة في العام اربعة وتسعين اعلنت دولة من جانب واحد اليوم وقعت السلطات في هذا الاقليم مرسوما بحل جميع مؤسسات الدولة وعدم وجودها بدءا من يناير المقبل هل يعني ذلك ان ثلاثين عاما اصبحت لا شيء فيما هو قادم هذا السراع كان صراعا قويا جدا وقد تم حل هذا السراع بالقوة التي استخدمتها ازربيجان لانه كان هناك اتفاقية بعدم استخدام اي قوة في هذا الاقليم ان هذا العداء مخالف بشكل كبير للاعراف والقانون الدولية لانه هناك الكثير من قوات حفظ السلام في هذه المنطقة وقد اتفقت روسيا على ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية لكون هناك قوات حفظ السلام روسية في هذه المنطقة هذا الاقليم يعتبر احد الاماكن التي كان عليها صراع بين ازربيجان وارمينيا واذربيجان حاولت تستخدم هذه القوة حتى تستطيع ان تبسط نفوذها على الاقليم وان تبيد الكوات العسكرية الارمينية وبالنسبة لارمينيا ستحاول ان تدخل في الكثير من المباحثات حتى تستطيع ان تصل الى كل ما تريد اعتقد ان هذا الصراع لم يتم فصله بالكامل ما الذي تعنيه بان هذا الصراع لم يتم فصله بالكامل نعم نعم هذا الصراع لم ينتهي بالكلية لان ازربيجان كان لديها كان لديها معهد مع ارمينيا وكان تركيا جزءا منها وكان احد بنودها عدم اطلاق النار في هذه المنطقة وان ازربيجان تعلم ان هذه المنطقة او هذا الاقليم لا يخص ازربيجان ولكنه احد المناطق التي تم التنازع عليها وتم الوصول الى نتيجة وهي وجود قوات حفظ السلام في هذه المنطقة لذلك فاننا نستطيع ان نستنتج من ذلك ان هذا الصراع لم ينتهي بالكلية سيد حافظ منا باكو لماذا تحص ازربيجان سكان ناجورني قرباخ على العودة او عدم مغادرة الاقليم يعني باي منطق يعني ازربيجان حاربت جيشهم قدت على حلمهم اعتقلت رئيسهم لماذا تريدهم ان يبقوا او يبقوا في الارض اولا سيد الكريم انا اشكركم لضعوة وارهب بالمشاهدين اهلا بك هقيقتان يعني ما قال استاذ سرغي من الريوان وانا سمعت كلامه بكل شوق لكن ما رأيت هناك اي شيء منطقي دعني اتركه يعني لكن ما يخص السؤال سيد الكريم ازربيجان لا يجبر المواطنين الارمن الذين سيسكنون في كرباخ ازربيجان يقول اننا جاهزين ان نقدم لهم جميع المساعدات الانسانية ونحن نقدم هذه المساعدة الانسانية وغير ذلك ازربيجان تقول ان نحن سنوزع لهم سنعطيهم الجنسيات الازربيجانية جنسية الازربيجانية والان اليوم حكومة ازربيجان فتع لهم الموقع خاص لكي ياخذوا تسجيل دولة يعني القول بان ازربيجان يجبرهم ان يخرجوا من المنطقة غير صحيح وغير ذلك اخ الكريم هناك اكثر من 2000 اذا لا اخت أسرى ارمني من كرباخ راجعوا الى حكومة ازربيجانية لكي يستلموا جوازات الازربيجانية والجنسية الازربيجانية يعني هناك المجتمع في كرباخ مع الاسف الشديد منقسمة الى قسمين قسم اللي يترك المنطقة وهذا حقوقهم لا نجبرهم على ان يبقوا والقسم اللي يبقى في المنطقة الذين سيبقون في المنطقة نحن نعتبرهم مواطنين لانه في ازربيجان سيد الكريم في كرباخ افوا يعني في باكو وفي منطقة سومغايت والدكتور السرقية على هذا الامر هناك اكثر من 30 الف ارمني حتى الان يعيشون في ازربيجان وهو لا يحملون الجنسية اذربيجانية هكذا طيب ولكن يا سيد حافظ انت تقول لنا ان تقريبا الفي يعني شخص من نعم من قراباخ من قراباخ نعم طلبوا الجنسية الازرية طيب بماذا تفسر اذا ان سبعين الفا من سكان الاقليم هاجروا الى ارمينيا ما الذي دفع سبعين الفا دفعة واحدة الى ان يغادروا اموالهم بيوتهم واعمالهم وعائلاتهم وارضهم ويدفعهم للرحيل نعم نعم اول شي هناك خوش شديد جدا عند الارمان وهذا المنطق دشنقي او اعلان الدشنقية في ارمينيا وفي بينهم يقولون ان الجيش الاذربيجاني سيبدأ عملية انتقام من الارمان الذين سيسكنون في المنطقة نحن كالدولة اعلننا اننا لن يكون هناك اي عملية اسكرية او علي اي عملية ضد او مكافأة الارهاب في المنطقة وهذا اعلن رئيس الهاماليف لن تكون هناك اي عمل العسكري ضد الارمان الاسف الشديد الكثير منهم يقافون وهذا شيء طبيعي بالنسبة لهم لانه الارمان المشكلة انه هؤلاء تربوا بهذا الشكل انا لا اقصد طبعا يعني لا تفهموا القولي بشكل سيء تتحدث عن تراث اي نعم هؤلاء يظنون اننا سننتقم منهم ليش ننتقم منهم نحن نعلم ان هؤلاء كاذربيجانين عاشوا في هذه البنطقة ولهم حقوق يعني استاذي انت تتكلم بسبعين الف ارمان ولماذا لا نتكلم الفا يعني لماذا لا نتكلم عن مليون ونص اذربيجاني الذي ترك هذه البنطقة الذي ترك كرباق لماذا تركوه بسبب احتلال بسبب احتلال ارماني ونصف ارماني اذربيجاني ترك هذه المنطقة وما في شيء هناك مضحك دكتور سرغي يعني انا بارغ تاريخكم تاريخ ارمانيا وتراث الارماني اكثر مما تعلموا تاريخ اذربيجاني طيب يا دكتور سرغي من يريفان ما الذي دفع سبعين الفا من ان يتركوا كل شيء ويلجعوا الى ارمانيا لانني مقتنع ان هؤلاء الناس لا يستطيعون ان يجدوا امنا تحت سلطة تحت السلطة الاذرية فان الشرطة الاذرية ليست امنة لا يشعر احد بالامن في ظلها وقد وجد ذلك على مدار سلاثين عاما انه كان يكون هناك وقف اطلاق النار ولكن لا نجد ان هناك اختراقا من قبل هذه الشرطة ان هناك اخبار مغلوطة قد قالها الضيفة بالنسبة الكارباخ انها كانت ارض يعيش ويقطنها كثير من الارمن فكان هناك حوالي ستين في المئة من الارمن بها ولذلك فانها تعتبر مقاطعة واقليم يسكنه الارمن وليس الاذرب الاذربجيين طيب بالمناسبة دكتور سيرجي عشان هذه النقطة يعني محيرة بعد الشيء ارجو ان توضحها لنا ولمن يتابعها في تاريخ الصراع في اقليم ناجوني قرباخ هذه النقطة مهمة يعني فكت ان حتى وان كان الاقليم ستون بالمئة من اهله ومن ساكنيه من الارمن الاقليم برمته من اوله الى اخره على اراضي اذربيجان هو حتى ليس حدوديا بمعنى الحدود يعني ليس هناك خط التماس يعني بين الحدودين بين البلدين المشكلة هي ان هذه الارض اذا كانت ارض تنتمي لازربيجان فان ارمينيا وازربيجان كانت دولتين تتبع الاتحاد السوفيتي لذلك فكان هناك مناقشات ومعاهدات تخص هذا الاقليم كورنو كارباغ وايضا الى 2016 لم يكن هناك فاصلا ليقول ان هذه الاراضي اراضي اذرية لذلك فان هؤلاء الذين الذين ولدوا في هذا الاقليم ولديهم الاعمال هناك وقد قاموا بالبنية التحتية هناك انهم يعلمون ان هذه الاراضي لا تخص اذربيجان انه لم يكن هناك فصلا للقول بان ها اراضي اذربيجان ولذلك لم تتوقف اذربيجان عن المباحثات ولكن وجدنا من عشرة اشهر انهم بدأوا في اختراق وانتهاك المعاهدات وقد ادى ذلك الى الجوع الكثير من الارمن في هذا الاقليم لذلك فقد بدأت باستخدام القوة بعد ذلك ولقد اجبرت الكثير بالعملية العسكرية الخاطفة ان يتركوا بلادهم سيد حافظ قلت لنا ان اذربيجان على استعداد لمنح من يريد من سكان ناجورني قرباخ الجنسية الادرية نعم طيب هؤلاء الناس هؤلاء البشر لهم اكثر من ثلاثين عاما في هذا الصراع ربما واكثر من ذلك كيف كانوا يعيشون على ارض اذربيجان بدون هوية اذرية نعم قبل ما ارد على سؤالك استاذ الكريم نحن كلمنا عن تاريخ وكذا ودكتور يقول انه هذا الاراضي الادربيجانية لماذا ارميني اذا كانت هذا الارض ارميني لم لاعطرف بالكرباخ كدولة هذا السؤال لماذا المجتمع الدولي لم يعترف ككرباخ دولة مستقلة انا بارث انه لا يجد عندهم رد على هذا السؤال لماذا قل لنا لماذا لانه لانه يفهمون انه هذه الاراضي كرباخ معطرف دوليا لاذربيجان يعني ما في اي جواب ونفس الشيء رئيس الوزراء ارمينيا بيقول انه كرباخ اذربيجان ونحن نعلم هذا الامر وهناك خبراء السياسيين محللين السياسيين الارمن يقولون ان وجودنا اقصد ليس شعب وجود القوات الارمينية في الداخل اذربيجان كانت غير قانونية وعلينا ان نخرج من هناك وكل المشاكل يعني ليست عبارة عن شعب الارمن المشكلة القيادة العسكرية والسياسية في ارمينيا يعني انا لا اتكلم عن الشعب المشكلة في القيادة ما تخص سؤالكم يعني انا نسيت سؤال افرح اذكره كمي كيف كان تعيش الارمين على ارض اذربيجان بدون هوية اذرية كيف يتم التعامل معهم نعم هؤلاء كانوا يعيش داخل اذربيجان اول شي يعني بعض اهتلال اراضي الاذربيجانية ودكتور سرغي يعرف هذا الامر بشكل جيد كانت هناك اتفاقية سلام اوهدنة بين اذربيجان وارمينيا يعني سنة 1994 اعتقد اذا لم نعم كانت هناك بين اطرافين بين ارمينيا واذربيجان والعدد السكان كانت يعني مثلا كما يدعوا الارمين مئات خلي ليست مشكلة ما تخص كيف يعيشون هؤلاء كان يعيشون بدون جنسية الاذربيجانية وهوية الاذربيجانية لان اذربيجان ما كانت عندها القوة لكي تسيطر على المنطقة ونحن نعلم انه كانت هناك حوارات كثيرة بين اطرافين لمدة 30 سنة وكانت هناك تداخلات الروسية الامريكية والفرنسية مجموعة مينسك يعني كانت تحاول ان تعل المشكلة لكن لم استطعت ان تعل هذه المشكلة واذربيجان قامت بقوتها خاصة امتهت المشكلة يعني نحن احررنا جميل ارادنا والعالم الدولي المجتمع الدولي يعترف طبعا احييك يا سيد حافظ على لغتك العربية بصراحة يعني احييك ما شاء الله فقط في التواريخ 1994 صح لان انا وانت اخطأنا في التحديد معاهدة الاتفاق السلام كان 1994 مع اعلان ناجوني قربة جمهورية من جانب واحد صحيح هم اعلان نعم جملة واحدة صحيح تمام اشكرك اشكرك طيب دكتور سيرجي بمنتهى السرعة في اقل من دقيقة اعرف ارمينيا بكارباخ من نسبة لارمينيا لم تعترف بكارباخ لان ارمينيا ارادت ان تحل هذه المشكلة عن طريق المفاوضات لانها اذا كانت كانت اعترفت بها لم يكن هناك اي شيء للتفاوض عليه وكانت ستكون كارثة ولذلك فانهم وجدوا ان هذا هو الحل الامثل لهذه المشكلة لذلك فلم تعترف بين جورنو كارباخ ولكن لا بد ان ناخذ بعين الاعتبار انها ارادت ان يكون هناك سلاما متواصلا وانا اعتقد ان هذا يعتبر خطأا كبيرا لان ازربجان اتخذت هذا الامر كحجة احتاج للمقاطع دكتور سيرجي لدينا اقل من دقيقة هذا هو اخر سؤالي الان ما هو مصير السبعين الف الذين ذهبوا من اذبيجان من كارباخ الى ارمينيا ما هو مصيرهم سيد سيرجي سمعت سؤالي نعم طيب هل اعيدوا اليك يعني لدينا ثلاثون ثانية حاولوا حاولوا ان نستضيفهم وهناك احد اقربائي الذي اتى من هناك اعتقد ان هذا يعتبر ضغطا كبير جدا لان هناك اكثر من 33000 اتوا الى ارمينيا من كارباخ والامر معقد جدا لانه سكون صعب وجود ماء لهم ولذلك فاننا سنحاول ان نحل هذه المشكلة والمجتمع في ارمينيا سيذل كسار جهده ويدعو الدول المختلفة لدعمنا في ذلك حتى نجد الطعام وغيره من ييري فان دكتور سيرجي مالكنيان المدير الاكاديمي في مؤسسة الابحاث الارمينية ومن باكو كان معنا روفيز حافظ نائب مدير وكالة تريند الاذربيجانية شكرا لكما على رأس الساعة وقفة اخبارية جديدة على شاشة الغد فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة